السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم معزي الطلاب والطالبات الصف الخامس ابتدائي في مادة الرياضيات أنا محدثكم عبدالله الاشتيد وترافقني بلغة الإشارة الأستاذ نسرين النصار نرحب بكم مجدداً في دروس من دروس الرياضيات هذا الدرس جميل جداً هو استكشف طبعاً استكشف ماذا؟ معادلاته اللي كما تلاحظون الآن معادلات الضرب بس انتبه بالنماذج طبعاً حياناً نكون عند قطاعات وأكواب تمام وحياناً نضطر للرسم حتى تمثيل النماذج يلاً الان ركزوا معي جيداً يلاً الان تمثيل معادلات الضرب بالنماذج راح أستخدم بعض النماذج ركزوا جيداً اليوم فكرة الدرس أكتبوا معادة ضرب باستعمال النماذج كواحلة تعالنا وانتم الآن شوفوا هذا النماذج يمكنوا استعمالوا الأكواب انتبه أكواب وقطع العد إذا عندك قطاع عد واللوحة الجبرية تعالنا وانتم نتناقش مع بعض فيها الأكواب سهلة أي أكواب يمكن تمثل عندك هذا كوب كوبية مثلاً سواء كان بلاستيكا وغيرها هذه قطع العد كما تلاحظ الآن عزيز الطالب هذه قطعات العد قطع عد بإمكانك أنتم برضو يعني بحاول مثلاً بشكل مبسط تخليك رسمة لكي تخيلها ككوب مثلاً إذا أنتم تتابعوني الآن هذا كوبية مثلاً قطع العد بإمكانك تخليها على شكل دائرة علشان وانت تتابعوني الآن تستطيعون التمثيل بالرسم كنموذج طبعاً ومجسم طبعاً لان أنا عرفت الأكواب وعرفت قطعة العد طب شنو اللوحة الجبرية اللوحة الجبرية عزيز الطالب يكون عندك هذه اللوحة كده مثلاً مربع هنا في إساوي وهنا في لوحة ما معنى الكلام؟ معنى اللوحة اللي هنا دائماً الأشياء اللي فيها هنا ترى متساوية بالضبط مع الأشياء اللي هنا فتكون لوحة جبرية لماذا فيها إساوي؟ لأنها أصبحت معادلة هذه اللوحة الجبرية كما تلاحظ الآن عزيز الطالب والطالب هذه تمام؟ هذه تسمى لوحة جبرية إذن خلاص هذا اليوم اللي عندنا اللي أكواب قطع العد واللي بنستخدمه علشان نمثل معادلات الضرب المجهول نحط مكانة كوب ما عرفه قطع العد هي اللي موجودة معنا طيب نبدأ الآن مع بعض تقاسم صديقان إذن اثنين ثمن فطيرة بحيث يدفع كل منهم النصف إذا كان ثمن الفطيرة ثمانية ريالات فكم دفع كل منهم إذا أنا عندي اثنين بس ما أعرف كم دفع كل واحد إذا أنا عندي إثنان أصدقاء طيب إثنان أصدقاء تمام ما عندنا إشكلة فيها بس هل تعرف كم عدد؟ لا ما أعرف إذن نمثلها بكوب لأني ما أعرف طيب نشوف الآن وأنتم كيف نمثلها حل المعادل الآن نخلنا بينا لكم الآن هذا إثنان أصدقاء طيب هل نعرف كم عدد الفطيرة؟ إذا نحط مكانه مثلاً سين طيب إلينا ما عرف طيب كم تساوي الفطيرة كل منهما كل منهما تساوي ثمانية جميعا هو نبغى الآن فكم دفع كل واحدة كم يدفع السين بس راح نمثلها ماذا بالنماذج يلا أنا وانتم يلا هذه لك كما تلاحظوا الآن تعال أنا وانتم تناقش مع بعض الخطوة الأولى مثل المعادلة بالنماذج طيب كان عندك اثنين صح كان عندك سين كان عندك ساوي ثمانية كيف تمثلها بالنماذج وانت الآن معاي راح نبدأ في الرسم راح نجيب قطة اللي هنا كما تلاحظ الآن الكوبين هي هذه اثنان أصدقاء طيب هل تعرف جوا فيهم شيء؟ لا ما عرف إذن قلناها سين منين جبت الثمانية قطة على السيد من الثمانية هذه والساوي هذه هي هذه بالضبط هذه فكرتها عشان بس تكون تشاهدون الشاشة جيدة هذه الآن طيب الآن إذن هنا أيمن أعزيزي الطالب والطالبة وهذا ماذا؟ أيسر هذا أيسر تمام؟ هذه الآن المعادلة الآن عندك كوبين واحد اثنان وعندك قطع عدل ثمانية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية يلا كم تحط في الكوب هذا نفسه إذا حطيت عدد القطع هنا نفسها تحطه هنا بالضبط ويطلع لك ثمانية هذه المعادلة هذه فكرتها لازم يكون طرفين أيمن وأيسر متسوين بالضبط اللي هنا ترى نفس الأيسر اللي هنا هذه فكرتها تعالوا أنتم نشوفه الآن ما بعد هذا الكوبين الآن كما تلاحب تمام؟ يلا جبت أنا أربعة قطع وحطيته هنا ونفس العدد القطع هذا جبت أربعة وحطيته هنا مرة ثانية طيب دقيقل هذه كم كلها مع بعض هل هي نفس هذه؟ هل هي نفس العدد اللي هنا ولا لا إذا كانت نعم إذن كل واحد رح يأخذ أربعة وإذا كانت لا إذا نضطر أروح أنا أقص أو أزيد عشان تتساوى لأنه يقولك ترى إذا حطيت الكوب هنا نفس القطع تحطه في الكوب هنا لأنهم متساوين تمام؟ إذن سي نساوى أربعة لماذا؟ لأنك لو جمعت الأربعة اللي هنا مع اللي هنا تصبح ثمانية إذن سي نساوى أربعة إذن سيدفع كل صديق كل واحد منهم أربعة طيب أتحقق أشوف أكتب المعادلة اثنين سي نساوى ثمانية طيب الآن انتبه تضع أربعة مكان السي طيب انتبه الآن بين الرقم وبين الحرب ضرب يعني اثنين نضرب سين يساوي كم؟ ها عزيزي طالب يساوي ثمانية طيب هنا الآن السين كم حط مكانه؟ قلنا أربعة هل صح اثنين ضرب أربعة يطلع ثمانية؟ ها عزيزي طلاب نعم إذن خلاص نكتب اثنين ضرب أربعة يساوي ثمانية إذن أضرب أجد الثمانية نزلها كمية هل اثنين ضرب أربعة يطلع نفسي ثمانية؟ نعم يساوي إذن ثمانية ذا متساوي لاحظنا هنا الطرف الأيمن وهنا الطرف العيصر يعني تخيل هذا يديك لمن؟ وهذا يديك لإيسار وليساوي كأني كنت اللي تشاهد الآن أمامك طيب ننتقل الآن لسؤال ثاني فكر الآن صف كيف تمثل المعادلة الثمانية سين ستة عشر تساوي باستعمال أكواب وقطعات أول شيء أعزيزي الطلاب والطالبات ركزوا معي أنتم لا معكم قطعات ولا أكواب إذا كان معاكم زين إذا ما معاكم ركزوا معي وأنا شوف أكون معادلة ونفي إساوي تمام رح أحط شكل اللوحة الجبرية يعني ما معنى اللوحة الجبرية؟ يعني هنا هذا المربع اللوحة هذه لابد تكون نفس اللوحة هذه بالضبط تمام يساوي طيب الآن عرفت طيب أنا حين كم هنا ثمانية يعني كم تحط كوب ثمانية بس هل تعرف فيه كم تحط فيه؟ لا معرف إذا تحتاج الثمانية هذه تحط عدد أكواب يعني واحد مثلا اثنان ثلاثة مثلا أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هذه هي الأكواب كم تحط كوب في كل واحد منهم وإذا جمعتهم مع بعض يطلع ستة عشر هنا هذه لابة تحط ستة عشر يعني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تعيد مرة ثانية ثمانية واحد مثلا اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية 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 ستة عشر طيب الآن السؤال لكم كم حط كل واحد كوب كم حط قطعة عدد علشان يسوي هنا كلها ستة عشر إذا جمعت كل الأكواب من بعض فرد كوب كوب تعالوا أنتم الآن شوى بشكل واضح يلا عزي الطلاب إذن أضع ثمان أكواب عن يصار من إشارة المساوى هذا اللي يساوى تضع ثمان أكواب هنا تضعها هنا الكوب تمام وضع ستة عشر قطعة عن يمين نفس الطريقة اللي قبل شوى وضعتها لكم أنا هنا تعالوا الآن نشوف اللوحة الجبرية هذه هي الآن كما تشاهدونها الآن السؤال لكم هذه ثمانة أكواب كم تحط كوب كم قطعة هنا بالضبط نفسها تحطها هنا نفسها تحطها هنا نفسها تحطها هنا كل الأكواب الثمانة نفس بعض كل كوب بشرط إذا جمعت هذه كل الأكواب كل كوب كوب طبعا أنتم عارفين الجمع تكرار الجمع ما هو الضرب بدأ ما تقول أحسب واحد اثنين لا خلاص خذ وحدة وضربها في عددها الثمانية تطلع لك الناتجة اللي هي هذه إذن نقول أحط الآن كما لاحظ ما قيمة سين كي تكون المعادلة هنا إذن ثمانية ضرب كم عشان تساوي ستة عشر هذه معناها يلا ها عزي الطلاب ثمانة ضرب كم عشان تساوي ستة عشر ها أحصنتم اثنان يعني كل كوب راح يأخذ قطعتين عد طريقة الآن شفت كيف هذا نحط قطعتين هنا كما تلاحظ جيدا عزيز الطالب والطالبة شفتوا لاحظ كيف كل كوب راح يأخذ قطعتين عدد تمام طيب بدلا ما تقول أروح أجمع اثنين قطعتين هنا وهنا أربعة وهنا ستة وهنا ثمانية وروح تجمع كل شوية قطعتين لا خلاص أنت كم كوب ثمانية طيب كم كل واحد يأخذ قطعتين عدد اثنين خاصة تقول ثمانية ضرب اثنين هل يساوي ستة عشر لا نعم خلاص هذه إذن سيني ساوي كم عزيز الطالب والطالبة اثنين احسنتم يلا الآن ارجع للتمرين اثنين وابين كيف تحقق من الحل سهلة جدا التحقق كالعاتي أكتب المعادلة هذه طيب أروح أقول أضع اثنين مكان السين طيب الآن يلا خنا تحقق قناته راح ننزل هذه الستة عشر كما هي مثلا هل اثنين ضرب هل ثمانية ضرب اثنين يساوي ستة عشر نعم إذن صح إجابتك خلاص يلا هذا السؤال مر ذكى صراحة وجميل يقول أكتب معادلة لكل نموذج هذا نموذج لا لأن فيها كواب وفيه لوحة جبرية وفيه قطعات تمام مما يأتي وحلها ثم تحقق يلا حين عندنا ثلاثة أشياء معادلة ثم أحلها بعد ذلك أتحقق منها أعزائي الطلاب والطالبات الآن أعطاك أكواب الطالب والطالب الذكي يعرف كم عدد الأكواب شوفوها جيدا على الشاشة طيب كم كل واحد يأخذ كل واحد يأخذ هذا هو المتغير هو المجهول لما تعرفونه يركزوا جيدا معي أنا عندي ثلاثة أكواب تمام هذه ثلاثة أكواب طيب أنت تعرف كم كل واحد يأخذ لا ما أعرف يساوي طيب حط أي حرف نفترض سين تمام يساوي يلا عدوا القطع هذه هذه القطع عدوها كاملة يلا ها عزائي طلعب كم صارت راح تكون ماذا اللي هي إثنى عشر تمام أنت الآن كتبت المعادنة صح يلا باقي الآن تحلها باقي لك تحلها طيب ساد كيف حلها تحلها أنك توجد قيمة سين هذه تقول لي كم قيمة سين فسهلة جدا يعني ثلاثة الآن وينسين يساوي إثنى عشر تمام وأنا أعرف من بين الرقم والحرب هالضرب تمام حلو طيب علشان أسهلة لكم يلا أقول وش العدد اللي حطه مكان السين وأضربه بالثلاثة يطلع اثنى عشر إذا سين كم يساوي آآه عزيزي الطالب علشان إذا ضربت بالثلاثة ثلاثة ضرب كم يساوي اثنى عشر آآه عزيزي الطالب والطالبة أحسنتم أربعة إذا ثلاثة ضرب أربعة اثنى عشر إذا قيمة سين أربعة طيب اش معناها معناها أنك تحط في كل كوب أربعة قطعة واحد اثنين ثلاثة أربعة كل كوبizens سأخذ قطعة أربعة هذه معناها طيب السيدة أنت حليت الآن كيف نتحققها؟ الآن نشوف كيف نتحقق إذن أصبحت الآن كما تلاحظ كل واحد سيأخذ ماذا؟ أربعة قطعة عد تمام الآن تعالنا وأنت نتحقق أول شيء نكتبها اكتب المعادلة التي هي هذه اكتبها كما هي تمام الآن يلا مكان السين حط أربعة مكانها طيب الآن نزل 12 كما هو طيب هل الثلاث ضرب أربعة اثنى عشر أم لا؟ قال لي السادة اثنى عشر خلاص إذا جانت إجابتك صح ومتأكد منها رح ننتقل للسؤال الثاني اكتب معادلة لكل نموذج مما يأتي واحد هل هل أنا عندي ثم تحقق عندنا ثلاث أشياء معادلة وحلها وتحقق جميل جدا طيب يا كم تشوفون في الأكواب؟ اثنان تمام هل تعرفون كم كل واحد لا يا سادة ما نعرف إذن سين طيب اللي يساوي خلق كما هي طيب عدوا هذه كاملة عدوها وحطوها هنا يلا عزي الطلاب والطالبات الريعين والريعات ها أحسنتم عشرة طيب يلا الآن وش معنى الكلام؟ معنى الكلام هنا الآن هنا السين كم تحط في الكوب هذا قطعات وفي الكوب ذا قطعات تعال لنا وانتم تناقش هنا اثنين ضرب تمام؟ ضرب ماذا؟ ضرب سين يساوي كم؟ يساوي عشر يلا مكان السين لو شلت السين وحطيت عدد وضربت باثنين يطلع عشرة كم قيمة السين؟ ها أحسنتم خمسة ماذا معنى الكلام؟ كلام من كل قطعات ستأخذ خمسة كما تلاحظون الآن كل قطعات ستأخذ عزيز الطالب والطالبة كم؟ خمسة أحسنتم كما تلاحظون الآن جيدا إذن سين ساوي خمسة كده خلصنا باقينا التحقق تعالوا لنتم كيف أنتحقق نكتب المعادلة كما هي اكتب المعادلة هي هذه لأن هذه معادلة الآن طيب يلا الآن ضع مكان السين خمسة أوضع خمسة مكان السين فتقول هكذا طيب الآن العشرة نزلها كما هي هل يثنين ضرب خمسة عشرة؟ نعم يا ساد خلص إذن صارت حقك كما هو صحيح يلا السؤال هذا جميل جدا يقول هذه مسألة رح تستخدم الأكواب وقطع العدو اللوحة الجبرية اشترت لقيته ثلاث كتب ثمنها جميعا أنا هي ثلاثة ثمنها جميعا خمسة عشر إذا كان لكل كتاب الثمن نفسه فاستعمل مععطك المعادلة هنا يبغاك فقط تمثله باستخدام النموذج اللي هي الأكواب وقطع العدو اللوحة الجبرية تعالوا نتناقش أنا وانتم مرة ثانية اشترت رقية ثلاث كتب تمام ثمنها يعني ناتجة كلها الجم صار خمسة عشر طيب شوف الآن كيف يتمثلها لو أنتم تتبعون راح تستخدم قطعة كذا هذه الآن لوحة جبرية كذا معنى أن تستخدم اللوحة الجبرية هنا معنى الكلام اللي هنا هذه ترى نفس هذه بالضبط طيب الآن أنت عندك ثلاثة هذه ثلاثة شمعناها واش تمثلها في ثلاثة أكواب أحسنتم واحد اثنان ثلاثة جمي هذه معنى طيب هنا تضع خمسة عشر مثل آن واحد تضع كم خمسة عشر تمام عزيز الطالب والطالب وانت تشاهدني الآن الآن خلاص مثلت أنت الآن لأن افترض أنك أنت ما عندك قطع عد الآن أباك اللي تفهمه أن هذه الثلاثة أكواب هذه الثلاثة أكواب وهذه السين ما معنىها؟ يعني كم تضع قطع عد هنا متساوية إذا حطيت هنا نفسها تحطي هنا نفسها تحطي هنا بحيث أنك لو حطيته يطلع الناتج خمسة عشر يطلع الناتج ماذا؟ خمسة عشر فأنت تلقائي راح تقول السين الثلاثة ضرب كم هنا لو حطينا مربع عشان تفهمه أكثر يلا كم تحط كل كوب هنا كم تحطه خمسة معناها كل كوب راح يأخذ كم قطع عد خمسة أحسنتم هذه طريقتها إذا كانت ما عندك قطع زكيد النماذج طيب الآن يلا ثلاثة سين ساوي خمسة عشر كل كوب راح أخذ كم؟ خمسة أحسنتم كما تلاحظون جيدا إذا خلاص سين ساوي خمسة انتهينا الآن باقي فقط التحقق إذا ثمن كل كتاب خمسة ريالات التحقق سهل أخذ المعادلة أكتبها كما هي وأضع خمسة مكان السين ثلاثة ضرب خمسة خمسة عشر أنزل خمسة عشر هذه نزلها لأنها في السؤال موجودة هذه باقي هل هذا صح حملة إذن خمسة إذن إجابتك صحيح والتحقق صحيح سؤال ثاني جميل لدى عائشة صندوقان انتبه جيدا اثنان يعني من الأقلام يحوي كل منها العدد نفسي يعني شف يعني لما تحط لك كواب عندك كوبين وإذا حطيت我觉得 في الكوب الأول ترك它 في الكوب الثاني هذا العدد نفسي لما نقولك سواه كذا الذي تحط في الكوب الأول نفسها تحط في الكوب الثاني نفس العدد نفسه كمية هل يسوي الطرف الأي من اللي أنت تشاهده هل يسويه والطرف الأيسر اللي أنت تشاهده لا هل يسويهم لا تعال Las Mal إنهم لنرى المسألة نكمل إذا كان مجموعة يعني أنا عندي اثنان صندوقان هل تعرف هل في كم الكمية؟ لا والله ما عارفها تمام خلص إذا ما تعرفه مجهول إذا كان مجموعة الأقلام يساوي أربعة عشر يعني يساوي أربعة عشر تمام؟ طيب هذائك ما نعرف كميتهم هنشوف أنا أنتم طبعا هو قال لك استخدم هذه اثنين نون أربعة عشر دعنا نتناقشنا إليكم ليش قال استخدم هذه المعادلة أعزائي الطلاب والطالب هتركز معي اثنين هذي هي صندوقان تمام؟ خلصنا إنتين منها الأقلام يحوي كل منها العدد نفسه ما الأقلام إذا كان مجموعهما هذي أربعة عشر بس أنا ما عارف كم كل صندوق يقول لك فكم قلما في كل صندوق يعني النون هذي في الصندوق الأول والثاني ما عارف كم قلم بس بشرط ترى كذا حطيت هذه الأقلام اللي هنا ترى نفسها بالضبط في الصندوق الثاني اللي هنا بشرط أن يكون لهم كلهم يسوي أربعة عشر تعالوا أنا وأنت ملان حلة بشكل اللي هي النموذج رح أرسم زي كذا رح أحط كوبين لأنهم صندوقين وحط الأربعة عشر قطعة لأنها أربعة عشر طيب يلا السؤال لكم هل تعرفون كم كل واحد يأخذ قلم لا ما نعرف يا سيد إذا نقولوا اثنين نون سوي أربعة عشر يلا السؤال لكم أنتم ملان اثنان ضرب كم يساوي أربعة عشر يعني هذه تراها نون أعزائي الطولة بترى هذه نون يلا كم؟ فكروا ها حسنتم سبعة فإذا عطيتك الكوب سبعة رح يكون الأول سبعة والثاني نفسه سبعة هذا سبعة رح يكون نفسه شفت يقولك تأخذ تعطي الكوب الثاني سبعة طيب الآن تعال خلنا نتحقق أنا وأنتم هل قطع العد هذا لو عدتهها سوء؟ هل هي نفس هذه؟ نفس؟ نفس العدد بالضبط؟ نعم يا سيد إذن صح إذن نون ساوي سبعة أي عدد الأقلام في كل صندوق سبعة حبينا نتحقق يا لو أكتب المعادلة أول شيء اللي هي هذه طيب مكان النون أضع سبعة مكان النون اثنين ضرب سبعة أربعة عشر هل بشوف الآن بتحقق نزل أربعة عشر كما هي اللي هي هذه نزلها كما هي اللي موجودة في السؤال هل اثنين ضرب سبعة ساوي أربعة عشر؟ أحسنتم خلاص إذن تأكدي صحية هذا سؤال جميل يقول أراد السامي يعني يمشي ستة عشر كيلو مترا في أربعة عيه تمام هذه ستة عشر في أربعة عيه إذا صار شفتوا كيف؟ دائما نقول لك المسار المسافة نفسها أو العدد نفسه يعني اللي بتحطه في الكوب هذا نفسه تحطه في الكوب الثاني بالضبط في كل يوم سؤال فكم كيلو مترا يمشي في اليوم الأول؟ تمام تمام تعال طبق الخطوات اللي هي أحل المسائل دائم أفهم وخطط وأحل واتحق طبعا وخطط الآن رح استخدم النماذج اللي هي الأكواب، قطع العد، واللوح الجبرية تمام؟ أراد أن يمشي ستة شوف هنا في ذكاء في السؤال هذا أعطاك وشي النتيجة، قالك ترى سامي بيمشي ستة عشر في أربعة أيام، يعني ستة عشر في أربعة أيام، رح يمشي أربعة أيام، في أربعة أيام يمشي ستة عشر كيلو مترا، اليوم الواحد كم، ما تعرفه، تعرفه، ما تعرفه، في ذنسين، مثلا، هذا هو فكرتها، صارت الآن معادلة، وبين الرقم وبين الحرب ضرب، هذا فهمت الآن من السؤال، تعاقن شوك؟ شوف أنا وأنتم تطبق الآن خطوات، حل المسألة، الآن بنخطط حق النماذج، يلا لا، منين جبت الأربعة يا أستاذ هذه؟ قال هنا أربعة هنا، أربعة أيام، بس أنا ما أعرف اليوم الأول كم يمشي، ما أعرفه، يقولك في اليوم الأول ما أعرفه كم يمشي، بس ترى انتبه، ترى هو يمشي نفس المسافة، يعني إذا قطعها في اليوم الأول، رح يمشي نفسه في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، وهكذا، تمام؟ تمام؟ يلا، خلقنا شوف أنا وأنتم الآن إذاً في اليوم الأول، يلا, أربعة ميم، يعني إيش معنى كلمة أربع مين؟ أربعة ميم هنا, يساوي كم؟ يساوي الساتة عشر، معنى كم العدد الذي ضربته في أربعةت؟ تضرب الإذاً مكان الميم تضربه في أربعة، يطلع الناتج السنت عشر העربعة يعني كل واحد، اليوم الأول أربعة، اليوم الثاني كم؟ أربعة، اليوم الثالث كم؟ أربعة، اليوم الرابع كم؟ أربعة طيب، لماذا اude قلتك يا أستاذ اليوم كل هذه أن تصوية؟ نفسها إذا قطع في اليوم الأول أربعة رح يقطع نفسها أربعة في اليوم الثاني والثالث والرابع خلص تمام طيب أنا الآن عرفت الميم تساوي كم أربعة ميم تساوي أربعة تمام الآن أنت حلت المعادلة إذا تبت تأكد عد هذه كلها كاملة عدها كاملة كم هل هي نفسها هذه ستجدونها نفسها إذا حاب نتحقق بالشكل اللي هو العملية الجبرية يلا إذا نمشي في اليوم الأول أربعة نتحققنا وأنتم نكتب المعادلة أربعة ميم ساوي ستة عشر يلا الآن أضع أربعة من مكان الميم فأربعة ضرب أربعة يساوي ستة عشر تعالنا وأنتم نتحقق مع بعض ننزل الستة عشر هذه مع بعض نزلناها طيب هل أربعة ضرب أربعة هل ستة عشر أحسنتم نعم إذن إجابتك صحيحة والتحقق سليم يلا أعطيكم ثلاثين ثاني ثم نتناقش هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر شكرا لتفاعلكم أعزائي الطلاب والطالبات الرائعين والرائعين تعالوا أنتم نقرأ هذه المسألة يلا مع بعض اشترى حسام وصديقة يعني هم كم؟ حسام وصديقي اثنين وجبتي تمام؟ كلمة الثمن نفسه يعني اللي مع حسام ترى نفس اللي مع صديقة من الوجبة طبعا إذا كان الثمنة 24 ريال فما ثمن الوجبة الواحدة طيب يلا الآن نحطها إليه يا سيد لأني أقولك مثل باستخدام النماذي هذا الآن اللوحة الجبرية هنا الآن أحط حسام وصديقة طيب كم عندك صديقة الآن؟ حسام وصديقة وجبتين كم وجبة؟ انتين تمام حط كوبين انت هنا كم سعرهم كلهم؟ 24 حطناها قطعة زي كده 24 عد طيب السؤال لك كم ثمن الوجبة؟ كم تحط هنا؟ بس انتبه إذا حطيت هنا ترى نفسه تحط هنا طيب أنا أنا عندي كوبين لكن ما أعرف كم أحط مثلا في كل كوب صاح أزيزي الطالب والطالبة؟ إذن نفترض الآن نقول هنا اثنان وهنا نفترض مثلا سين يساوي كم؟ 24 تمام حلو الآن السؤال لك هنا هذا السين معنى كم تحط في كل كوب؟ هنا أو هنا نكون نفس العدد بالضبط لنقول لهم نفسه الثمن نفسه الآن كم تلاحظون الآن؟ ها عزيزي الطلاب حطينا 12 خلنجرب الآن هذه 12 وهذه الآن كما تلاحظون 12 هل يطلع مع بعض 24؟ أم لا ها عزيزي الطلاب والطالبات أقرب لكم السؤال مرة ثانية تمام هنا 24 يلا هنا اثنان طيب هنا ضرب طبعا سين يساوي كم؟ 24 أحسنتم طيب الآن اثنين ضرب كم تحط هنا عشان ساوي 24؟ بس بشرط ترى هذه حقتها الأول مثلا كوب الأول نفسها تحطها في الكوب الثاني ها عزيزي الطلاب 12 اللي هي هذه لو عديتوا قطع العاد تلقاه هنا كلها 12 إذن كل واحد راح يأخذ 12 إذن سين تساوي كم؟ 12 طيب كما تلاحظون الآن عزيزي الطالب إذن ثمن الوجبة الواحدة 12 ريالا طيب إذا تجدت وتتحقق أكتب المعادلة كما هي وحط مكان السين 12 ونزل على 24 كما هي كما تلاحظ الآن وشوف الاثنان ضرب 12 24 لملة ستجد نفسها إذن الإجابة صحية طيب إلى هنا عزيزي الطلاب والطالبات استودعكم الله ودمتم بخير وإلى لقاء في درس قادم بمشيئة الله